السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اهم عوامل نهود اي امة هو التعليم 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 ولازم نكون صراح مع نفسنا ونقول ان في مشكلة في التعليم في اغلب دول عربية اللي ملكم كلها ولازم نقف وقفة زي ما امريكا وقفت وقفة لما التحدث السوفيتي اطلق الاقمر الصناعية هو لا نفسه مش عارف يعني حاجة زي كده فعمل كتاب اسمه امة في خطر تخيل بقى امريكا امة في خطر وعد يناقش وقال لك احنا عندنا مشكلة في الرياضيات الناس بشفهم الرياضة فلازم نركز عليها من طفولة وعدوا يعملوا فوقت اصار جدا قدروا يتلكوا صاروخ وفيه انسان وينزل الامر فكل ده لانهم اعترفوا بالمشكلة بتاعتهم انما لما نقول لك زي الفل واحنا احسن ناس وزي ما حصل في بلدنا الرئيس سابق قال له ده في حاجة اسمها امة في خطر فقال للعلماء يعني ايه يعودوا كده مع بعض وعملوا كتاب زيه عشان يعني نعمل احتفالية حلوة فعملوا كتاب اسمه امة لها مستقبل واسبتوا بالدليل القاطع الذي اللي يدعو مجالا للشك ان التعليم في بلادنا في مصر افضل من امريكا وافضل من اليابان وافضل من فنلندا ورقم واحد على المستوى العالم كله وفوضهم يجي تعلمون عندنا الله المستعين من ضمن الحاجات اللي ممكن تصلح التعليم من نوجة نظري البسيطة الضعيفة الخالية من اي عبقرية ان يتلغي الموضوع الوسط لازم فيه رقابة وشفافية واي دكتور يعين واحد قريبه يتحسب التعين بالكفاءة ايا كان ايا كان دينه ايا كان لونه شعره اتجاهه السياسي المهم ما دام الكفاءة وهو رجل الكويس ايا خلاص يتعين النهمة الوسطى دي هي الموادي انا في داهية يعني اللي عمل نهضة اليابان انا فيش حد بيجي مع كرت يقول لك انا جاي من من طرفك ولا هامس ولا هامة ما بيحصلش لازم نعمل استبيان للناس اللي اتخرجت من فترة ونشوف ايه المواد اللي فدتهم فعلا وايه المواد اللي حسوا انها مالاش اي لازمة خالص وما فنسهمش ونبدأ نركز على المواد اللي اهلت لسؤول عمل فلازم دي من حيات الضرورية لازم اثناء الكلية الناس تنزل مواقع عمل وكلية تسهل الموضوع دوت وتجيب ناس تجيب واحد مقاول او واحد صناعي ويجي يقعد مع الطلبة ويشرح لهم يتكلم معاهم ويستفادوا من تقربته لان دي دي حاجة مهمة جدا تطوير التعليم ليه لما بندرس الحاجات تتلاغت من زمان يعني في لغات برمجة تدخل على الموقع الشركة ساعة تقولك احنا لغناها من عشر سنين طب احنا بنعلبها ايه يعني مثلا في موضوع البم احنا في بم ارابيا الحمد لله الشباب ربنا يجزيب كل خير صاران للبنهار بحيث يعملوا كذا كتاب بحيث اول ما حد يقول احنا عايزين ندرس البم يلاقي المنهج جاهز تفضل درس المنهج دوت لو في اي دكتور او اي معيد عايز يطبق البم يتواصل معي وانا ان شاء الله هبعط له الكتب ديت ونتواصل مع بعض نطورها ونعمل حاجات تتلكه ببلدنا وفي وزارات وهيئات برضو بيحاول نتعاوم معهم في الموضوع الدقرية في برضو مشكلة يتدعف المنزانية المخصصة للتعليم والبحث العلمي وبتصرف على حاجات مناش لازمة يعني هي اصلا منزانية لاشيء واللاشيء ده بيكرموا به الوزير وكرموا به كذا وعملوا به حفلة مش بيصرف في البحث العلم في برضو التركيز على الشهادة مش العلم بنامان فنلندن اللي خلاها رقم واحد في التعليم انها ركزت على العلم واهملت موضوع الشهادة ده وخلته في اخر حاجة ركزت بس ان الطلبة تتبقى مستمتعة في التعليم وتستفاد بالتعلم وما ركزتش على عدد ساعة التعليم كتير لا لا لتعاد ساعة التعليم بس خلت فيه استفادة وخلتش الامتحانات الاتدائي وخلت الامتحانات لما الطالب يكبر ايه وفيه برضو اللي احنا عايزين نطور التعليم يبقى فيه تدريب في مكاتب هندسية معتمدة وفيه ان الطالب ينزل موقع ويروح ويبقى فيه هي لازم عشان تتخرج ان انت تجيب ان انت اتدربت في مكتب ولو فيه مكتب طلع ورقة زي كده غلط من خلال الرشوة ومن خلال الوسطى المكتب ده يتقفل ايه يمكنن ان يتطور ايه نارس multاتحين وفيه حلط التخرج نرميه miner بالمشروع للتخرج ايه الدكتوري يقول ليann مشروع التخرج متاع السنة الفاتت والمشروع التخرج مع وان يعي pourra ناعملو bug افضل. انا عارف ان هو وصِل لرقب معين لا انتو خلوه يوصل لحاجة اعلى واكبر وكده ويبقى فيه مجال لطلب انها تجتهد بش مجرد انها حافظة واحد ان انت لاتا لا اجتهدوا وطوروا وورينا ابداعاتكو وحاولوا تعملوا حاجة مش لازم تتقلدوا نورمان فستر وحسن فتحي ولوبيد يعني اعملوا انت عايزينه اخترعوا حاجة مكانش موجودة بكده فيش حد باخد جايزة اغاقان لان هو عمل نفس المبنى لازم حاجة جديدة ونتمنى في التعليم عندنا يبقى فيه دراسة للاكواد الدولية مثلا كود بتاع العمارة كود بتاع الحريق بقى موجودة وبرضو موضوع الجيش بيبقى الواحد داخل الجيش يقول الدفع كلها اعفا معادي مثلا مهانت سينو الدكاترة وتلاقيهم شغالين في حاجة لا لا علاقة بالهندسة ولا لا لا علاقة بالدكاترة تمام فلازم يبقى استفادة من خبرته يعني ابسط حاجة ان هو مدام دخل الجيش ان هو فكده يبقى يقضي الجيش ده بحاجة تفيده تديه خبرة وبحيس ان هو لما خلص الجيش يلاقي شغلنا بنخلي خبرة بتاعته وبالتعليم تفاعلي باش مجرد واحد بيقول والتاني تتلقى لا يبقى فيه تفاعلي واسئله يعني بفيه تفاعليه اكتر وبفيه على الموقع بتاع الجامعة ممكن الواحد يقدر يدخل ويسأل ويعمل يعني عايزين موضوع يبقى تفاعلي زي ما بيحصل في البلاد الاخرى وان الواحد يختار القسم اللي هو عايزه مش حسب الدرجات والحاجات دي كلها لا قدر امكان قدر امكان حسب رغبة الطالب ممكن واحد جايب مجموع كبير وعايز قسم معين وواحد تاني جايب مجموع صغير بس هو شاف قدراته تفيده في القسم دوت وان هو يبدأ في القسم دوت فده من الحاجات اللي الواحد يتمنى انها تبقى موجودة في بلدنا وربنا يصل لنا خير ونبرك ومحس تعليم بازن الله بالعمل باش بالتمني ليس با مانيكم ولا ماني اهل الكتاب بالعمل نبدأ نعمل وان شاء الله ربنا يصل لكم لخير